بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أبوة الرحمة الرحمن الرحيم كم وردك من الدعاء للوالدين كل يوم؟ كثير من الناس سواء كان الأباء والأمهات أحياء أو في رحاب الله سبحانه وتعالى لا يكسرون من الدعاء للوالدين هم اللي يعلمون أنهم يخسرون خسارة فادحة في السواب سواء كان ذلك لأنفسهم أو لوالدين الدعاء للوالدين هو صعب عظيم جدا هذه أعلى مكسر من الناس إتمكن بالدعاء لوالديك لو أكسرت من الدعاء لوالديك تصل بهما إلى الفردوس الأعلى ويكون لك أنت ثواب البر أيضا ثواب عظيم جدا ربما يتصل بك أيضا أنت إلى الفردوس الأعلى لذلك استحب العلماء الدعاء للوالدين بعد كل الصلاة أنا شخصيا أدعو الأبي وأمي بعد كل الصلاة أقول لكم ليه؟ العلماء قالوا كده البعض العلماء شدد وقال إن إنسان لو مدعش للوالدين بعد كل الصلاة هذا نوع من أنواع العقوق طبعا أنا لا أوافقهم على هذا الرأي ولكن أنا أقول أنه يستحب جدا الدعاء للوالدين بعد كل الصلاة زي ما قال سفيان الثوري وهو من كبار التابعين قال يعني إني أرجو أن يكون من أبري البري للوالدين الدعاء في أخذ نهاية التشاهد الدعاء في نهاية التشاهد لذلك أنا أدعو في نهاية التشاهد وأدعو أيضا بعد الصلاة أعرفون ليه؟ أقول لكم الأدلة من القرآن ليه العلماء قالوا الدعاء للوالدين بعد كل الصلاة؟ وهو سبب الدعاء للوالدين؟ وهي عقوبة العقوق للوالدين عقوبة شديدة جدا جدا في الدنيا والآخرة أولا أولا ربنا سبحانه وتعالى ما فيش آية في القرآن يوصف فيها بالعبادة إلى ما بيقرم سبحانه وتعالى العبادة بالبر بالوالدين والعبادة هي الصلاة الصلاة هي الركن الراكين في الإسلام هشوفوا في صوت البقرة عشان تعرفوا العلاقة بين الدعاء للوالدين والصلاة كان ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا في السماء وبعدين الأب والأم في الأرض في صوت البقرة وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيلة لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا قال لي بالكم يجي في صوت النساء نفس الكلام وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربة والمساكيني والجاري ذي القربة والجاري الجنبي والصاحب وابن السبيلي ومملكة أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختلا فخور يبقى إذا في علاقة بين الصلاة والدعاء للوالدين يبقى إذا العلماء ما قالوش كلام ده من فراغ في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عندك الكبرة إحداهما أو كلاهما فلا تقول لها ما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفد لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة ربكم أعلم مما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا لجالة نسيدنا علي قال لو فيه كلمة تقل الدجر أقل من أف في اللغة العربية كربنا قالها لا تقول لها ما أف لكن مفيش كلمة في اللغة العربية أعلم حرفين مفيش كلمة في اللغة العربية أعلم حرفين الشاهد هنا إن ربنا قال برضو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هي الصلاة هي بالوالدان يا إحسان ده حتى في سورة لقمان يقول إيه يا ابو نية لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم بعدما تكلم عن الشركة الكفر ووصينا إنسان بوالديه حاملته أمه وهنا على وه وفصاله في عامين أن نشكر لي ولوالديك وإله المصير يعني بعدما ربنا قال نشكر لي رح قال ولوالديك يبقى ربنا بيقرن بين الوالدين يعرفين ليه؟ لأنهما أصل الخلق ربنا اللي خلقك من العدم وهما اللي تسببوا في خلقك هما اللي جابوك الدنيا بإذن هما زي ما ربنا خلقك من عدن هما كانوا السبب في الخلق أنت كنت نطفة في ظهر أبيك بعدين بقيت نطفة في الراحم من من الأب والأم فعشان كده ربنا سبحانه تعالى بيقرن بين الوالدين الضعاء للوالدين بعد الصلاة الضعاء بعده للصلاة ليه صعب عظم جدا جدا أقول لكم بقى الأدلة من السنة عشان تعرفوا الضعاء يؤتى بالرجل يوم القيامة فيدخل الجنة فيجد ثوابا عظيمة ومنزلة عالية فيقول يا رب أنا ليه هذا السواب إن عملي لا يصل به إلى هذا السواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يؤتى بالرجل فيرفع درجات في الجنة درجات كثيرة فيقول يا رب أنا ليه هذا إن عملي لا يبلغ به هذه الدرجة فيقول له بدعاء ولدك لك بدعاء ولدك لك يعني ممكن واحد يبقى في الدرجة ممكن واحد يبقى في الدرجة الخمسين في الدرجة السبعين وكله ابن صالح يكسر من الدعاء له في أصل إلى الفردوس الأعلى بسعب دعاء لدرجة الابن الأبي بيظهر في يوم القيامة منكسرت من صواب الدعاء ده مشكلة بس ده كل ما بتدعو لوالدك يدخل ملك إلى القبر ومعه تحفى وهدية ويبشر الوالدين يقول له ابنك دعالك في الميزان الحسنات زاد فأسعد الأب أو الأم في المتقبر سعدة بلغة جدا لأن القطع عمله إلا من ثلاث أحدهما إيه؟ والد صالح يدعو له فالميت بيبقى عايز عارف أن عمله القطع عايز أي حاجة تكبر حسناتهم لأن في ناس حسناتهم بتفضل شغال لغات يوم الإيام هو نفسه بقى أن حسناتهم عمل الصالح بتاعهم عايز تجيله حسنات زي ما كان في الدنيا فلما الابن يدعو الوالدين بيصل له هذا الدعاء وفي قبره وتأتيه المشرة من الملائكة فيسعد سعادة بلغة جدا شوف هنا سواب الدعاء للوالدين لذلك لما الصحابي رحل رسوله السلام وقال له صلى الله متى أبوي فقال لي من بر أبرهما بهما بعد موتهما قال له نعم أول حاجة الدعاء لهما والصلاة عليهما والصلاة عليهما وقضاء داينهما وإنفاذ وصياتهما وصياتهما وإنفاذ عهدهما والصلاة الرحمة التي لا تصل إلا بهما أول حاجة ربنا قالها إيه؟ الدعاء للوالدين والصلاة عليهم أول حاجة قبل أي حاجة لذلك الدعاء للوالدين يبقى أنت مفيش إحسان يعني تحصل للوالدين خاصة بعد الممات أكثر من دعاء هترفعوا درجات كتير في الجنة يعني الدعاء للوصفة عظيمة بصرف النظر سواء كان للنساء سواء كنت تدعو لنفسك أو الوالدين الإنسان ما يخش للجنة سيجد صواب عظيم يستنيه سأقول يا رب من أين السواب دا كله؟ عملي ما يوصلنيش قاله من الأشياء من الأدعية لأنت أدعيتها في الدنيا وأنا ما استجبتش لك فيها في الدنيا فادخرتها لك في الجنة عارفين السعيات المؤمن؟ أقول يا رب يا رب يا ريتك ما كنت استجبت لي ولا دعاء واحد يا ريتك ما كنت تستجبت له ويشوفها حتى تعفوا صحاب الدعاء يبقى إذا من أعظم البر الدعاء لي والدين بعد كل الصلاة لذلك أنا أنصح كل واحد يسمع الدعاء سواء كان الأباء الأموات أحياء أو أموات لأن دا من أعظم البر والبر يصح بك أي نظر أي ضعين أنت بإذن الله إلى الدوسة الأعلى وإلى الدرجات عليها جدا في التجنة و عمل يسير سيجري إلى تماما كل الصلاة تقول الله مخفل والدي الله مرحمهم ألا ما دخلهم من الدوسة الأعلى ألا ما دخلهم من الدرجة بغير صلاة حساب أو العذاب أفضل شيء بعد كل الصلاة تقول الكلام ساعدوا بالبر صحاب أعظم الدعاء ولكن فيه نوع من التقسير ربنا يمحو التقسير بتاعك ده بالدعاء ده يعني ربنا بيقول اغفر لهم اجناحة ذلي من الرحمة يقول رب يرحموه ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للأوابين غفورة طيب ايه اكبر دليل على الصلاح اكتر من انت بتدعو الوالدين بعد كل الصلاح مش ده اكبر دليل على العرفام الجميل والحفظ الجميل للوالدين كاي لكن ايه بقى عقوبة العقوق مش انتقل ببعض الناس احد دوقت انتكلمنا على البر والدعاء والدعاء للوالدين كتير مننا يعرف ان البر الراجل اللي هو نازل يجيب اللبن لأولاده والعديث الصحيح ورجع لأ الوالدين نايمين والاطفال اطفاله بيتدوروا من الجوع مرادش يأكلهم قبل ما يأكل الوالدين فالسنى لما الابوين صحوا مرادش يصحيهم والاطفال بيصرخوا بالجوع لغاية ما شرب الوالدين اللبن بعدين شرب الاولاد فلما انحبس وراء الصخرة فكل واحد منهم قال يتوسل رب العبيب سبحانه وتعالى بعمل صالح فالراجل توسل بالعمل ده قال جيت بيوم وكان ابوها امي ناموا والاولاد بيتدوروا ويصرخون من الجوع فمردش أسقيهم من لبن ولا أكلهم قبل ما أكل الوالدين وكانوا نايمين فاستنيتهم لما صحوا من الصبح وأكلتهم بعدين أكلتهم ف من ذلك واحد الصحابة شال أمه ويكبيرا في السن على كتافه وطف بيها سبع مرات حول الكعبة وان رحل رسوله قال له يا رسول الله أنا كده وفيت أمي حقها قال له ولا طلقة واحدة ولا طلقة واحدة من طلقات الحمل ويابت أثناء الولادة العذاب اللي هي شفيته أثناء الولادة طلقة واحدة بس ما تسويش إلا أنت عملتوا ما تسويش طلقة واحدة من طلقات الولادة عشان تعرفوا فضل الأم والأب وهو بقى العقوق العقوق والولادين من أكبر الكبار على إطلاق عند جمهور العلماء بعد الشركة بالله العقوق الولادين من أكبر الكبار على الإطلاق طبيعية عاكبة العقوق أولا في الدنيا في الدنيا تمحق البركة من الرزق تاني حاجة يعني العقوق الولادين من العقوبات من الظروب اللي لازم يعجل به العقوبة في الدنيا لازم حتى واحد من الناس كان بره كتاب لي وقال لي أنا أعرف ناس يعني حياتهم مستقرة وحصل لهم شي حاجة مع أنهم عقين فأقول له مين قال لكن حياتهم مستقرة أنت لك الظاهر لكن ما تعرفش وبعدين ربما قالوا من الناس حسنا نتكلم على الغالي من أحوال الناس ربما قالوا من الناس ربنا يأخر وعقبته في الدنيا في الآخرة لحكمة لأنهم من هالكين على ربنا سبحانه التعليم العصب إذا أحبه عبدا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا يأبغض عبدا أخره إلى الآخرة حتى يبقى بالذنب فيدخله النار يعالك عقوبات التي يعجل فيه العقوبة في الدنيا أو الزنوب الكوكو الوالدين أول شيء العبادات اللي تقبل يقبل الصلاة من عق الوالدين يصلي يزكي ولكنه لا تقبل منه عبادة ثانيا تمحق البركة يعمل مشروع يفشل يتنزل له البغضاء في الأرض ناس تتبع تحبهوش على طول عائد حياته فيها مشاكل عاشفة عسا وده شيء مجرم اللقم الثالثة يرزق بأبناء عقين يرزق بأبناء عقين وحاولكم الدليل أكثر من الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بروا آباءكم تبروكم أبناءكم يعني الجزاء من جنس العمع كذلك عقق عقق آباءكم تعققكم أبناءكم لازم فلو أنت عقق بحسن لك ما تتجوز وحسن لك ما تخلفش لأن يسجل اللي أنت تتعمله في شريط عشان تسمعه مع أبيك وأمك سجلوا عشان هتسمعه منولادك إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر الكلمة سجلها هتسمعها هقول لكم الدليل هنقول لها دين من السنة إن أبروا آباءكم تبروكم أبناءكم هقول لكم أدلة من القرآن ومن السنة ومن المواقف الحياتية من القرآن شوفوا سيدنا إسماعيل سيدنا برنيم عليه السلام بيقول لأبو الكافر يقول له أبيه الكافر يا أبتي لما تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي يا أبتي إني جاءني إني قد جاءني من العلم ما لا يمأتيك فاتبعني هديك سرطا سوية يا أبتي لما تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمانك وهجورني مالية قال سلام عليك سأستغفر لك ربي أنه كان أبي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون أبداعي ربي شخي بصورة مريم الشاهد إذن سيدنا إبراهيم يقول لأبيه الكافر يا أبتي يا أبتي ربنا بيقول لأبوه بيقول لإن لم تنتهي لأرجمانك لأرجمانك أنا حأزيك حجتمك وحسبك وأضربك لو أحتاج سيدنا إبراهيم رضي عليه قال له سلام عليك تكافر وبيشتموا بيقول لأسلام عليك شوفها كلمة دي نفس الكلمة دي لما سيدنا إبراهيم بيقول لسيدنا إسماعيل لشان هو كان بار بأبيه ربنا رزو ابن البار نبي صالح سيدنا إسماعيل يا أبتي إني أعرف المنامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستدجوني ستدجوني إن شاء الله من الصالحين من الصابرين خليبكم هنا سيدنا إسماعيل قال لأسيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي نفس الكلمة بالزبط مش يا أبي يا أبتي يعني كلمة حتى فيها نوع من التدلل ونوع من يعني حتى مش يا أبي يا أبتي فنفس الكلمة اللي قالها سيدنا إبراهيم لأبيه الكافر قالها إسماعيل لأبيه نفس الكلمة بالزبط من ذلك سجل اللي أنت بتعمله مع الأباء والأمهات وحتشوفه لو أنت بترفع صوتك على على أموك و أمك أو أولادك هعرفع صوتهم عليك لو أنت بتشوح لهم بإيدك هشوحولك بإيدهم لو أنت ما بتردش عليهم ما ما بيندوك أولادك مش هيردوا عليك لو أنت بتسبقهم وتشتمهم هايسبوك ويشتموك لو عزو بالله زي ما بيعمل بعض الناس الآن بيصل الأمر إلى الضرب ونعدك هادربوك بالزبط اللي أنت بتعمله سجله إذا كنت تردر نفسك بقى الكلام ده من الوالدين من أبنائك يبقى ماتتوبش لذلك دي حاجة معروفة لذلك واحد من الناس راح اشتاكل شيخ قاله ابني بيعقيني وبيعملي أول حاجة سأل له قاله كيف كان حالك مع أبيك وأمك كنت بتعملي معهم فرجل ارتج قاله والله كنت شائي وكنت بزعالهم قاله قاله ضحصات إيدك هلواته ونتوا انتظر إيه انتظر إيه لازم يكون في جزاء في الدنيا لازم لازم يكون في جزاء في الدنيا ف ذلك قالوكوا قصتين من السلف الصالح رجل كانت له زوجة وعنده طفل وكان أبوه كان أبوه كبيرا في السن وما زال حيا فكان بيطعم الزوجة في أطباق من خزف زي السين وبيطعم الأب في أطباق من خشب جد يعني بيطعم فلولد الصغير ابنه كان بيتعجب يقول له يعني ماذا تفعله ذلك يا أبي قالوه ان جدك رجل كبير يعني انت بتفضل ليه زوجتك أو أمي على جد قالوه أنا جدك رجل كبير فقالوه إذا يا أبي يعني حافظ على زي الأطباق حتى تجعلكم تأكلوا فيها عندما تدبر فصعق صعق هو تابق إلى الله سبحانه وتعالى وعدل مساوى بين الجد والزوجة وإن كان له أنه مفروض يفضل الأب على الزوجة بش بيس يساوي ده مفروض يفضل أب رجل الآخر يعني شاب يعني كان لق يعني ناس رأيت رجل كبيرا في السن وشاب يضرب هذا الرجل ويركله بقدمه رقلا شديدا في بطنه فهم الناس أن ينالوا من هذا الشاب فالرجل الكبير قال لهم إيه أنهم اتركوه إن هذا ابني وقد فعلت ذلك بوالدي وأنا شاب شوف أنت بتعمل إيه مع الوالدين وسجلوا في ورقة عشان هتسمعوا من ولدك بتهجرهم ما بتزولهمش بعد ما تجوز ولدك برضو هيهجروك مش هيعرفوك ولا هيسأله فيك زي ما بتعمل معلقة بينك لو أنت بتعمله بالزبط شوف أنت بتعمل إيه عاسب نفسك من دلوقتي عشان هيتعامل معك لأن ربنا سبحانه العادل ولازم فيك يكون في جزاء في الدنيا قبل الأخير فده جزاء حقوق الوالدين طبعاً أحاول أكتب لكم كلام ده لكن أصيكم من كسرة الدعاء الوالدين وإلي ما بيدعيش للوالدين بعد كل صلاة اعمل لنفسك ورد ثابت من الدعاء الوالدين زي ما كان من سوفيان السور بيقول بعث آخر التشهد بعد الصلاة يكون لك ورد ثابت بعد كل صلاة اللي انكسرة الدعاء الوالدين أولاً فيها مخفرة لك للزنوب إذا كان فيه تقصير منك معهم بإذن الله يمحوا تقصير فيه ثواب كبير لهم وليك في درجات الجنة ولن تعرف من ذلك يقيناً إلا عندما تدخل الجنة فأنا حكيت لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو نسخونه شو ناشى هذا العيني في ثواب نعظيم اللي علم علماً في النوع أجر من عمل بيها من القيامة لنقذ ذلك مجرم شاين تشوش تابعيلي الجرس وإشراك في قناة ليس لكم كل جديد وتساعدون عن شرسون التنبيع كل قوليات يستغفر لكم